اجتمع سعادة الدكتور عبدالطي بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة مع سعادة السيد تشابا كورشي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة وسبعين والوفد المرافق له بمناسبة زيارته لمملكة المحرين وخلال الاجتماع رحب سعادة وزير الخارجية بسعادة سيد تشابا كورشي منوها بالجهود الواضحة التي يقوم بها سعادته من خلال إدارته لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في متابعة أبرز القضايا والتحديات الإقليمية والعالمية متمنيا لسعادته التوفيق والنجاح في كافة الجهود التي يقوم بها لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة وتعزيز التعاون الدولي لما فيه خير وصالح البشرية كما أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني حرص مملكة البحرين على توطيد التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ووكالاتها والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من جانبه أعرب سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين منوها بما لمسه من تطور حضاري مميز مشيدا بما تتمتع به المملكة من سمعة عالية ومكانة رفيعة في المجتمع الدولي متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التطور والرخاء وقد اطلع سعدة سيد شابا كورتشي على عروض تناولة جهود الوزارة في تعزيز التعاون المشترك مع الأمم المتحدة وهيئتها المتخصصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر